اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في فرنسا رغم ثقافاته ورغم انفتاحه حتى على الحضارة الفرنسية لكنه لم يتخلى عن جذوره الازهرية نتحدث اليوم في مصر ارض المجددين عن العالم الكبير فضيلة الشيخ المجدد الدكتور محمد عبدالله دراز المشروع التجديدي للشيخ محمد عبدالله دراز بني على ادراك الواقع وعلى صوغ النموذج التفسيري وعلى صوغ النموذج المعرفي وعلى المنظومة الاخلاقية التي تمثلت في دستور الاخلاق في الاسلام رسالتك التي اخذ بها درجة الدكتوراه من السربون رحم الله الشيخ محمد عبدالله دراز رحمة واسعة فالدكتور علي جمعة اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بكم اهلا بكم فالدكتور بنستكمل هذه الرحلة مع الاعلام من العلماء المجددين الذين عاشوا على ارض هذه البلد الطيبة ارض مصر ونتوقف عند محطة مهمة هي محطة العلامة الامام محمد عبدالله دراز ماذا تقول عنه فالدكتور هذا العالم الازهاري الجليل وماذا تقول عن مشروعه تجديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الشيخ محمد عبدالله دراز هو من عائلة من اهل العلم كان ابوه عالما جليلا وكان عمه عالما جليلا وكان الشيخ عبدالله دراز الذي تزوج الشيخ احمد حسن الباقوري بنته واجده كان من كبار العلماء وله حاشية في الاصول الشيخ محمد عبدالله دراز ولده هو مات سنة 58 عن 64 سنة فكأنه يعني ولد سنة 1873 ولا حاجة زي كده مات صغير يعني لسه مات حجش عن معاش كان معاش الازهريين حين اذن 65 لكن هو مات وعنده 64 سنة ومات في الباكستان أثناء أدائه لمهمة حضور المؤتمر هناك مؤتمر علمي فمات هناك ونقل إلى القاهرة رحمه الله في يوم وفاته خرج الآلاف وكان في يناير والدنيا برد والمطرة نازلة يعني حتى ساعته قاله لقد بكى عليه أهل الأرض وأهل السماء مشروعه التجديدي يتمثل فيما يمكن أن نقول إن محوره هو إعادة قراءة النصوص إعادة قراءة النصوص طب بيعيد قراءتها ليه؟ للبحث عن المشترك الإنساني للبحث عن المشترك الإنساني اللي بيجمع ما بين الأديان والثقافات والحضرات والدنيا كلها أنا بنا آدم وفي حوالي بنا أدمين إيه المشترك اللي بنا علشان نعرف نتفاهم؟ لو عرفت المشترك اللي بينا وبين الآخرين هتعرف تعيش هتعرف تتفاوض هتعرف تقول أيوة ولا أف على إيه؟ هتعرف إن انت تنتج إنتاجا حسنا هتعرف إنك تبني الحضارة الإنسانية هتعرف حاجات كتيرة جدا يبقى إعادة قراءة النصوص هتؤدي بنا إذا ما ركزنا على جانب لأنه هتؤدي إلى حاجات كتيرة جانب البحث عن المشترك الإنساني فتوصل إلى دستوره الأخلاقي في القرآن الدكتوراه بتاعته في الصربون هذه عبد الله محمد عبد الله دراز وكتبه كلها تدور حول هذا المعلى هل اللي 12 سنة اللي قعدهم في باريس بيدرس في الصربون وتعلم على إيد المستشرقين كبار في وقتها ده أثر في تفكيره أو في توجهه ده؟ هو تفكيره كان سابق على كده لأنه من بيت علم لأنه آري أصول الفقه التي يقول عنها مصطفى عبد الرزق أنها فلسفة الإسلام لأنه آري منهجية كويس المنهج بتاعنا اللي هو أصول الفقه أصول الفقه ده في ذهنه فلما راح راح وهو ناضج مش راح وهو لسه بيتشكل فلما راح أبهرهم وألف دستور الأخلاق في القرآن بالفرنسية وأخذ الدكتوراه منها بالفرنسية الناس ما عرفوش تكلم لأنه كلام جاي من الترتيب اللي بقول لحضرتك عليه دلوقتي مشروعه مبني على ما تيجي كأن الوحي ينزل الآن طبا دي كتابة هو ودي السنة هو ودي نتاج المفكرين المسلمين والعلماء المسلمين هو هيا بنا نقرأ قراءة مباشرة إعادة قراءة النصوص تؤدي بك إلى الاجتهاد تؤدي بك إذا تمت بقواعد سليمة حفظت فيها على اللغة العربية حفظت فيها على مقصد الشريعة وهوية الإسلام حفظت فيها على مصلحة الخلق حفظت فيها على مقاصد الخلق أنها للعبادة والعمارة وتزكية النفس شروط لما تحفظ عليها تلاقي روحك مجتهد أنك بتجتهد فأعادة قراءة النصوص يتغيأ بذلك البحث عن المشترك إيه المشترك اللي بيننا وبين العالم الاندستور الأخلاقي لأنه ما حدش في العالم بيقول أن الكذب صح ما حدش في العالم بيقول أن السرق حلال أن السرق حلال ولا أن قتل الإنسان ده شيء يعني مباح وكويس وكده أو أنه اغتصاب الأعراض أو الأملاك أو يعني ما حدش بيقول كده كل العالم عنده ما يسمى بالنظام العام والأداب كل العالم عنده هذه التي اتأمرت بها كل الأديان من حفظ النفس حفظ العقل حفظ الدين حفظ كرامة الإنسان حفظ المال وهي المقصد العليا الشرعي طيب أمّة إذا كان المشترك كده إيه بقى اللي 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 يوسع هذا المشترك الأخلاق الأخلاق جات مرة بعد كده بقى بسنين طويلة من مشروع الشيخ محمد عبدالله دراز الأمم المتحدة تبحث فيما اسمته بالأخلاق الناشطة الأخلاق الفعالة ماشي فطلعوا بـ 11 قيمة اتفق عليها البشر من ضمنها الصدق من ضمنها الاحترام من ضمنها البساطة من ضمنها السعي على السعادة من ضمنها وهكذا 11 قيمة لما جينا في 11 قيمة دول لقيناهم على طيب والإسلام يقول ايه عن 11 قيمة موافق طيب المسيحية موافقة طيب اللي ما قالوش دي موافقة فرحت الأمم المتحدة واخداهم وبني عليها مناهج دراسية من الجماعة اللي هم اللي ينسيف وبتاعهم مش عارفة علشان تبنيها على القيم دي فهو قضى هذه الفترة كلها بيدور على المشترك ما بين البشرية ككل اهو كده ووصل الى كتابه الرائق الفائق دستور الأخلاق في القرآن طيب أساسا فضلتك نخرج لفاصل وبعد الفاصل نشوف موقفه من الأزهر وموقف الأزهر منه خصوصا بعد ما جاء من السربون وكان زي ما حناك تفضلت قلت قبل حتى ما سافر السربون على أحد دفاف نهر نيل الخالد بمحافظة كفر الشيخة تقع قرية محلة ديهاي مسقط رأس الإمام عبدالله دراز العالم المصري المستنير الذي كان أحد روافد التجديد في العصر الحديث خرج من تلك الأرض المباركة التي تستمد سحرها من نهر النيل العالم الجليل محمد عبدالله دراز الذي كان بيته قبلة لطلاب العلم ومكانا للعلماء القاصدين للإمام ويحتوي على مكتبه تضم أهم مؤلفاته وكتبه كما خلد أهل القرية ذكراه بشارع يحمل اسمه ومسجد مني على طراز معماري فريد فيه عراقة وعبق تاريخ مصر الحديث أهل قرية محلة ديهاي لم يقدموا لمصر عالما شاع علمه وموره للدنيا فقط بل خرج من ظهره شهيد على طراب هذا الوطن هو الشهيد طيار صفوة دراز نجل الإمام الذي أقاموا له مسجدا لإحياء ذكراه كذلك أهلا بكم مرة أخرى في الدكتور أهلا بكم أهلا بحضرتك لماذا يقال عن الشيخ محمد عبدالله دراز بأنه العالم الأزاري الذي أجمع على مكاناته كل علماء الأزهر لأنه لما جاء ينفذ مشروعه التجديدي لم يتنكر للتراث بل صاغه بصياغة عصرية مفهومة تعبر عن ما يختلج في قلب كل عالم أزهري فيوافق عليها أيها الكلام ده أنا عايز أقول كده أنا عايز أقول كل عالم أزهري هيقرأ محمد عبدالله دراز يقول له مضبوط صح لم يكر على التراث بالبطلان بل وقف منه موقف المستفيد الذي يتجاوز مسائله الزمنية ويحتمي بمناهجه التفسيرية التراث في حتتين في مسائل بتبقى لوقتها هي صحيح في وقتها كانت صحيحة وكانت تحقق المصالح وكانت تطمئن الناس وكانت تسبب السلام الاجتماعي وكانت تسبب أهدفها يعني تصل إلى أهدفها بس خلاص العصر الغير فلازم ناخد بعضنا ونعمل هذا التغير فالرجل من بيئته الأزهرية ودراساته الأزهرية لما جه يعبر التعبيرات الحديثة في النبأ العظيم وهو يصف القرآن وكذا الله ده كلام متفق عليه فاتفق عليه أهل الأرض المسلمون وغير المسلمين لأنه بيّن لهم قدر المشترك وذلك بإعادة قراءة واعية إعادة القراءة ناس كتير يخافوا منها لاحسن تتفلت لاحسن تؤدي إلى الفوضى لاحسن تؤدي إلى تخلي عن الثوابت تكر على الثوابت بالبطلانة أيوة بيخافوا من كده ما هو أصل لو تعملت بغشم هذي يحصل كده فعلا اللي معوش الأدوات وهو بينفذ هيبقى تبديد لا تجديد طب ليه اعتذر عن رئاسة مشيخة الأزر أو تولي مشيخة الأزر سنة 53 وهو عليه هذا الإجماع من الكل اهتماما بالتأليف والتدريس والعلم عن الاشتغال بالمسألة الإدارية حتى وإن كانت شيخ الجامع الأزر الإمام حتى لو كانت شيخ الجامع الأزر لأنه ما هو فيه جانب إداري بتبقى مسؤول عنه طبعا المسؤولية دي هو يرى أن مساحة عقله ووقته وجهده يروح يوديها في العلم تأليفا وتدريسا وحضورا للمؤتمرات ومشاركة في البناء عن أنه هو يؤديها في النجاح في الإدارة لا يبقى إذن هو يأتي بمشيخة الأزر أتت إليه يقول لا معلش أنا مهتم بحاجة برضو تنفع مشيخة الأزر وتنفع العلم وتنفع نظر وهي العلم العلم واخد بالك كتير مش عايز الجانب الإدارية تنتقص من جهده ومن تفكيره كتير من مشايخنا اللي ربونا وعلمونا ما رحوش يخرجوا لتحصيل الرزق والأموال كتير راحوا ولهم الحق يعني هو ما حصلش حاجة لكن ده لا ده قعد هنا من أجل العلم رأينا هذا في صور كثيرة من العلماء فالزهد في المناصب مش تقليل من هذا المنصب هذا منصب جليل ومنصب الأستاذ الأكبر والإمام الأكبر ده منصب جليل ولكن مع ذلك إلا أن الاهتمام بالعلم عند محمد عبدالله دراز والاهتمام بتبليغ هذه الدعوة جعله تملي تلاقيه في الإزاع قبل إزاع القرآن الكريم تلاقيه في الإزاع المصرية أعديد دروس ويعطي برامج للاتصال مع أموم الخلق فده كان هو الأساس في هذه القضية كيف تعامل مع فكرة بعض المفاهيم الخاطئة كنشر أو انتشار الدعوة بالقوة مثلا وألف كما أعلم يعني ألف فيها كتاب انتشار الإسلام بالقوة كان من الناس الكبار في رد الشبهات محمد عبدالله دراز من أجل أنه أعاد قراءة النصوص ومن أجل أنه بحث عن المشترك الإنساني ومن أجل أنه دعا إلى المنظومة الأخلاقية من أجل ده تولت حكاية الرد على كل الشبهات من ضمنها الإسلام انتشر بالسيف طيب دي خرافة ليه؟ لأن الإسلام لما دخل مصر مثلا ودخل الشام ودخل إيران ما هو دخل اهو اه رأيك أن عدد المسلمين طبقا للإحصاءات الاستشراقية العمل المستشرقين العمل المستشرقون منهم ريتشارد بيليوت منهم فنان وعلا طيب الدراسات الاستشراقية بتقول ليه؟ أنه بعد مئة سنة من دخول المسلمين مصر عدد المسلمين خمسة في المئة أقلية يعني ضعيفة جدا أقلية ضعيفة جدا وخمسة في المئة بعد مئة سنة بعد مئة سنة لو بالقوة كان انتشر في المئة سنة دي بها أغلبية أو على المساوية يعني مناصفة بعد مئتين وخمسين سنة من دخول المسلمين المسلمين بقوا خمسة وعشرين في المئة قوة إيه؟ بعد مئتين وخمسين سنة بعد مئتين وخمسين سنة بعد المسلمين ربع المصريين ربع المصريين ربع المصريين في سنة سبعمية وخمسين أصبح عدد أو نسبة المسلمين فوق التسعين ده بعد سبعمائة سنة. وخمسين. مظبوط. إذن خرافة أن الدعوة أو الإسلام انتشرة بالسيف خرافة مضحكة. ليسوق بقى هذا وينبه إليه ويستدعي ويبين حتى من داخل الكتاب والسنة. لما يجي يقولك لا إكراه في الدين قد تبين رجل من الغي. لما يجي يقولك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقفر. لما يجي يقولك لكم دينكم. لما يجي يقولك إنك لا تهدي من أحببته. ولكن نضاي يهدي من يشاء. فيه ايه؟ هو إحنا اللي قلنا. ولما يجي يقولك وقاتلوا الذين يقاتلونكم. يعني قاتل الذين يقاتلونكم. فابتدى يفرق ما بين قتال الدفع وقتال الطلب. الكلام ده الصياغة بتاعته. وأداءها إلى الناس. وبيان الحقيقة. والقراءة للمصادر في كلها. مش تمسك آية ثم تطير بها. وتترك كل الآيات التي لابد أن تلتفت إليه في نفس الموضوع. ده كان أسلوب الشيخ محمد عبدالله دراز في مشروعه التجديدي في إعادة القراءة. فلما يجي بقى زمنيا. ألاقي واحد بيعتدي علي فأنا قمت تخنقت معاه. واللي عملت له حرب. وفي إيه؟ من العازم أصد وأدافع عن النفس. حق الدفاع للنفس. حق مشروع يعني. نعم نعم. فلما نيجي في النقطة دي نلاقي أنه رد الشبهات عن قضية دي. عن قضية المرأة مثلا وموقف الإسلام منها. عن قضايا تتعلق بالميراث. عن قضايا تتعلق بالحرية. حرية الاعتقاء وهكذا. نعم. فمشروعه التجديد الحقيقي كان تحفة. وكان من المشاريع اللي تعرف بسهولة أنك تكتشف مفاتيحها وأنك تبني عليها. رحمة الله يا علي. رحمة الله. رحمة الله. الشيخ محمد عبد الله دراز. أنا شكر لفضلتك في الدكتور يعني على هذا الإبحار في هذه السيرة الطيوة. الحمد لله رب العالمين وربنا يعني ينفعنا بعلومهم في الدراء. في الدنيا وفي الآخر. إن شاء الله قادم ومجدد آخر من المجددين على أرض مصر بإذن الله. شكرا جزيلا لحضرتكم. شكرا لك. شكرا موصول لحضرتكم. إلى اللقاء. من السلوكيات الخاطئة استباحة الدين من غير المتخصصين. ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبين لنا إذا ما سألنا علينا أن نسأل العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقل رب زدني علما. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلماء ورثة الأنبياء. وعلى ذلك فتصدر غير المتخصصين للفتوى. إنما هو أمر قبيح. يجب أن ننتهي جميعا عنه قبل الموت والفوت. يارب افتح بفتوحك الواسعة على طلبة العلم. اللهم افتح لهم كل مغلق. وفهمه العلم الصالح والنافع. حتى ينتفع به الناس. وحتى يعمروا به الأرض. وحتى تترقى به العلاقة بين العبد وربه. اللهم آمين. نسألك النجاح في كل امتحان وتجربة. يا ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. يا رب ألقي السكينة علينا. حتى نخرج من أزماتنا ومشكلاتنا في كل حياتنا. اللهم آمين.